السلام عليكم انا اسمي محمد منصور انا طبيب بطنة وكلة في مستشفى جامعة لاستر في انجلترا الفيديو النهاردة سريع وخفيف وبيتسأل كتير وبيلغبط ناس كتير لان هو الاساسمنت تولز اللي عند اي طبيب في انجلترا في التدريب لو حضرتك هنا في انجلترا الكلام ده يهمك جدا سواء في تدريب عشان هو ده اللي بتثبت به الكمبتنسيز والتطور بتاعك زي ما قلنا في فيديو الابريزل والأي ار سي بي الكلام اللي بتحتاجه في التقييم السنوي بتاعك عشان تثبت ان حضرتك طبيب بتتعلم وبتتقدم وبتنمي مهاراتك ولو حضرتك برا انجلترا فالكلام ده مهم جدا هنشوف ازاي الكلام ده يفيد حضرتك في انك تدوكمنت التطور والكمبتنسيز بتاعتك ومهاراتك وهقول لحضرتك في الاخر ازاي تعمله حتى لو ما انتش في انجلترا ومش عندك اي بورتفوليو او اي حاجة من الحاجات ديت طيب بسرعة كده شوية مصطلحات بتقابلنا كتير واجيت حضرتك سماعتهم كل دول اسمهم يعني حاجة معين حضرتك قابلتها وحد شافك فيها يعني حد سينيور كونسلطنت بتاعك مثلا شاف حضرتك واسست ديو او شافك وعملك تقييم وانت بتعمل حاجة من الحاجات ديت وهو هابي مبسوط انه هي مضيلك الاساسمينت ده خلينا اخده واحد واحد وعرات تاني بسرعة مع العلم انه في اختلافات بسيطة ما بين التخصصات وحسب الرويال كوليج اللي بتحدد الاساسمينت تولز اللي في ايد حضرتك في تخصصات لكن اجمالا هم قريبين جدا من بعض يعني حنقول الميني كيكس او الميني كلينيكال افاليواشن تول حضرتك بتاخد هستري من عيان حضرتك بتأجزامن نيورولوجيكال اجزاميناشن بتبريك باد نيوز حضرتك بتعمل حاجة مع مريض وفي حد سينيور واقف بيشوف حضرتك وانت بتعمل الكلام ده فحضرتك بريك باد نيوز يبروك باد نيوز لمريض قلت له الاخبار الوحشة ديت وفيه استشاري شافك ومبسوط من اللي انت عملته حتقول له ممكن تمضيلي على الميني كيكس ده خلاص بقى ايه دوكمنت وافدنس معاك ان انت كويس في البريك في بريكينج الباد نيوز ان حضرتك كويس في النيورولوجيكال اجزاميناشن وهكذا اللي بعده مثلا الكيز بيست ديسكشن سي بي دي مشهورة جدا اكيد ان حضرتك قعدت خمس دقايق او عشر دقايق مع الاستشاري بتاعك تتناقش معاه في موضوع طبي بعد ما شفت حالة معينة شفت حالة معينة شفت حيان سيستيميك لوبس وقعدت مع الاستشاري بتاعك واتكلمت معاه في التشخيص والعلاج والكلام ده وسألك وشاف والله لا احنا تعلمنا نقط معانا مع بعض النهاردة وحنقرأ على الموضوع بعد كده مع بعض اسمها كيز بيست ديسكشن حالتك بعد ما تخلصت اخدك سي بي دي مضيهالك عن الاستيميك لوبس الاثنتوز مهارات بقى يدوية بركب سنترال لاين بركب انجي تيوب بعمل اسطرة بعمل بلوت جاز بعمل نمبر بونتشر البروسيجر محتاجة تتعمل تتمضالك فورماتيف وبعدين ساماتيف فيه بروسيجر خطيرة يعني مثلا انا مركب اسطرة سنترال لاين اسطرة وريديا العيان وانا ممكن يموت فيها دي فمحتاج الاول ان انا نروح للاستشاري اخليه شوفني بعمل اسنترال لاين وقوله معلش ممكن تمضيلي فورماتيف دوبس للسنترال لاين يعني يمضيلي ان هو شاف محمد بيركب السنترال لاين ومبسوط ومحمد كويس في التركيبها ووالله ممكن انصحه وقوله خلي بالك المرة جاية اعمل ابروتشر فلاني والله دابل تشيك الجايد واير بالطريقة الفلانية بعد ما تحطه ايه بعد بلوت جاز بعد ما قال لي شوية ملاحظات كلام ده كله حلو فورماتيف 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 ماضية اثنين تلاتة فورماتيف بعدها اقوله بقى تعالى يا باشا كده امضيلي واحدة ساماتيف بعد اذنك ساماتيف معناها ان محمد يقدر يعمل السنترال لاين بعد كده الواحده مش سوبرفايزد الكلمة اللي اكيد بتسمعها سايند اوف ان حد يوقع لحضرتك بشكل يخليك تعملها بعد كده خلص محمد عنده كومبتنسي محمد يقدر يعملها الواحده بعد كده انسوبرفايزد فدي الدوبس الثلاثة اللي شوها بعض حضرتك شفت اربعة خمس حالات يعني هذا في الطوارئ في نبطشية شفت خمس ست حالات وبعدين تكلم الاستشاري تقوله يا باشا واحد اثنين تلاتة اربعة قدير خمس حالات ممكن تمضيلي اي كات طبعا الاي كات مزته طبعا بياخد وقت طويل شوية بتكتب في بيانات كتير طبعا خمس ست حالات .. ولكن مزته انو ممكن بعدكدا ت developments دا بيثبت كفائتك في التعامل مع خمس ست حالات مش حالة واحدة زي السي بي دي مثلا او مهارة واحدة زي الدوبس او المينيكيكس او جدا هات اللي هو الهند اوفر أسسمنت تول والله دا في الهند اوفر تسليم وتسلم تسلم وتسلم wontHave vous بيشوفك وانت بتسلم الحالات واتطمن ان انت والله سلمتهم افشنتلي واغطيت النقط المهمة وتسليمك كان كويس يمضي لك هاند اوفر اساسمنت تول اداية كويسة ورقة كويسة في السيفي بتاعك الاو بي كات الاوت بيشنت كير اساسمنت تول دي جديدة ما كانتش موجودة قبل كده ولكن ظريفة عشان تثبت انا قبل كده عشان تثبت العيادات اللي انا بعملها كنت لازم اقعد اكتب بقى انا حضرت عيادات كذا وكذا وكذا شفت عينين كذا وكذا دلوقتي بعد ما بتخلص عيادة ست سبع حالات تيجي باعت او بي كات للكنسلطنت اللي معاك في العيادة يجي مضي لك يبقى انت كده ايه هو تقوله طبعا شفت سبع حالات لفلاني الحالة كذا وكذا وكذا وهو مبسوط بالتعام بتاعك معاهم وممكن انصحك نصايح او يقولك اعمل كذا او هيرو نيجي بقى للي هم الرأي الفريق فيك اللي يابع نسميها 360 اساسمنت النظر اليك من زاوية 360 درجة الناس شايفاك ازاي حضرلك طبيب بتتعامل مع الجناير بتوعك والسناير بتوعك ومع التمريد ومع الصيدلانية والصيدلي والديتيشن والفيزيو ثيرابيست وكل الناس والأدمن ستاف حضرك يتعامل مع الناس دي طب هما شايفينك ازاي كمينيكيشن بتاعك احباره ايه البروفيشنسي ليفل بتاعك احباره ايه اسلوبك مع الناس امنتك كل شخصيتك بقى وطبعا وتعاملك مع المرضى فحضرتك يبتبعت team assessment of behavior الاساسمنت بتاع التيم اللي انت شغال معها للبهيفير بتاعك او multi source feedback multi source feedback لحضرتك او multi consultant report ده بيتبعت بس للconsultants multi consultant report المهم ان كل واحد من دول بيتبعت بيتبعت لناس كتير وبعدين تستنى زي collective report كده لو حضرتك بتبعت على ايه بورتفوليو لو حضرتك هنا في انجلترا وشغال على ايه بورتفوليو الايه بورتفوليو بيجنريت report collective في كل خلاصة مثلا 24 msf ولا 15 tab ولا 4 mcr ولا غيرهم يعملك report collective عشان ما يقولش حضرتك ان فلانة اللي شغال معاك او فلان اللي شغال معاك قال عنك كذا وكذا لا يقولك الناس اللي شغال معاك قالوا عنك كذا وكذا وكذا بحيث حضرتك تستفيد من الفيدباك من غير ما تعرف والله فلان قال كذا وفلان قالت كذا بحيث يدي نوع من الحرية لناسنا هتأسس براحيتها طيب نيجي بعد النقطة المهمة حضرتك مش موجود في انجلترا وحضرتك قاعد في بلدك في مصر في عميان في السعودية في اي حتة في السودان وعايز تثبت الكلام ده وانت عندك تجمع بورتفوليو ورق كتير بالحاجات دي بالاسسمنت تولز دي قبل ما تيجي انجلترا كل اللي حضرتك هتعمله هتفتح ملف وورد وورد دوكمنت وتسميها case based discussion cbd تحط فيها diagnosis date طبعا تاريخ اليوم diagnosis اسم حضرتك وبعدين القصة الحكاية الكنتكست ايه اللي حصل لنقاردة والله هي عيانة شكلها كذا جات بالشكوى الفلانية طبعا ممنوع تحط patient identifiable information تحطش اي حاجة تخلي حد يعرف مين المريض ده طبعا لكن احكي القصة الطبية والتشخيص الطبي وبعدين اللي انت عملته مع الحالة وبعدين تسيب خانة للاستشاري يقول رأيه في اللي حضرتك عملته ايه اللي انت عملته كويس وإيه اللي انت عملته وحش ونصحته لك ايه بعد كده constructive feedback واسم الاستشاري ده بقى case based discussion يبقى لف وورد كده date diagnosis context plan او action وبعدين feedback feedback واسم ال consultant خلص الموضوع ملف الورد ده بقى حضرتك كل اسبوع اسبوعين تناقش حالة مع استشاري وتسيفها عندك بقت ملف وورد عايز تطبعها وتخليه مضيها يبقى خير واحدة لل كل ال procedures اللي حضرتك بتعملها واحدة للايكات هات وهكذا في كل واحدة من دول ال tab وال msf وال mcr ممكن حضرتك فيه form اللي حضرتك دورت عليها ممكن حاول حطها لكم في وصف الفيديو ان شاء الله حضرتك بتطبعها وتاخدها للناس تمضيها لك تقول رأيها فيك وتمضيها كل الكلام ده حضرتك بتحط واحدة جنب التانية جنب التالتة تبني بيها البورتفوليو بتاعك مدام مش عندك ايه بورتفوليو وتقدر تبعد الناس تمنى الفيديو ده يكون مفيد اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة